يوصف تصريحات مهمة للازراني بأن معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة تفاصيلتك يوصف نعم صلاح بالفعل هذه تصريحات المقلقة لاتجاه اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين حول العالم كأونورو وأيضا في المناطق التي تتواجد فيها مجموعات اللاجئين الفلسطينيين تحديدا ربما تصريحات فيليب لازراني كانت واضحة جدا في ظل غياب الدعم ربما بعيدا عن المعنوي والسياسي والدبلوماسي المادي الأنظار تتجه نحو دعم أوكرانيا هناك كانت أسئلة ومداخلات للمفوض العام للأونورو في الشرق الأدنى ربما كانت أسئلة في نطاق الإحراج لماذا تتجه أوروبا والولايات المتحدة والدول العظمى بتقديم الدعم الزهيد العالي جدا لأوكرانيا في هذه الحرب ولماذا ينظر إلى اللاجئين الفلسطينيين في هذا الدعم المادي بأنه دعم زهيد جدا ولا ينظر إليه بقيمة عالية جدا لإنقاذ ورفع مستوى المعيشة لدى اللاجئين بغض النظر كانوا في الأردن كانوا في لبنان كانوا في سوريا أو في قطاع غزة أو في العديد من هذه البلاد نتحدث عن تصريحات المفوض السامي في هذه المفوض العام للأونورو الذي كان يتحدث هنا في العاصمة الأردنية عمان تصريحات واضحة أن لا بديل للأونورو في ظل عدم وجود حل للقضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ومرضي للطرفين في هذه القضية ونعم لحل الدولتين وهذا ما يدعو لي لكي تكون الأمور أقل حدة على اللاجئين ونحن على اعتاب فصل الشتاء هناك تصريحات أيضا بأن نسبة الفقر متزايدة هناك نسبة عجز مالية متراكمة في الأونورو كانت بمائة مليون وتصل إلى مائتين مليون التبرعات التي تم جمعها قبل أشهر لم تفي بالغرض هناك خطر من عدم توفير رواتب لمدة شهرين شهر نوفمبر وديسمبر من هذا العام 2022 مهددة الأونورو بكل قطاعاتها من عدم وجود تغطية لهذه الرواتب نتحدث عن جزئية مهمة جدا ربما قطاع غزة وما يعاني قطاع غزة ينضم إلينا الآن مستشار الأونورو في قطاع غزة السيد عدنان أبو حسنى بداية نتحدث عن تصريحات ربما لامست الواقع وكانت هناك انتقادات واضحة على توجيه الدعم المالي لأوكرانيا وعدم لفت النظر العالمي بشكل ما يستحق اللاجئين نتحدث عن قطاع غزة كيف تنظر إلى الوضع في القريب العاجل إن بقيت الأمور على ما هي عليه يعني هناك تقرير وعاده اليوم السيد مفوض الأونرو حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في غزة وسوريا ولبنان بأنها تدهورت وأصبحت نسبة الفقر أو الذين هم تحت خط الفقر ما بين 80 إلى 90 في الماء الأونرو لديها أزمة مالية حاليا حتى نهاية العام من 50 إلى 80 مليون دولار يعني هناك أزمة في شهر ديسمبر أزمة تعلق برواتب حوالي 30 ألف من العاملين وأيضا مصاريف البرامج والعمليات التشغيلية نعم المجتمع الدولي الآن يركز على الأزمة الأوكرانية وعلى أي أزمات جديدة طارئة نعم لم نعد يعني القضية الفلسطينية لم تعود أولوية لدى الكثير من الدول الآن وهذا ينعكس طبعا بالسلب على الأونرو ولكن في المقابل هناك تأييد سياسي كبير للأونرو ورأينا ما حدث في اللجنة الرابعة حوالي 165 دولة أيدت أو طالبت بتجديد أو أعطت توصية بتجديد ولاية الأونرو لمدة ثلاث سنوات والذي سيحدث في نهاية هذا العام ولكن في المقابل من أطالب به أن يكون هناك دعم مالي يوازي الدعم السياسي يعني وإلا أنت تؤيدني سياسيا ولا تمولني حتى أطبق هذا التفويض لذلك التحذيرات اليوم في المؤتمر الصحفي وأيضا أمام اللجنة الاستشارية بأن الأونرو إذا كان يعتبرها العالم عامل استقرار وعامل سلام في المنطقة وتطبق تفويضا دوليا كيف يمكن لمنظمة كهذه أن يكون هناك عجز بحوالي 80 مليون دولار تحدث عن نقطة مهمة هناك من يرى بأن غياب الدعم المالي هو عبارة عن تصفية أو ما يشبه تصفية لقضية اللاجئين مع غياب عدم وجود حل وأفق سياسي على الأرض استمرار العجز المالي المركب بهذه الطريقة واستمرار التبرعات بمعظمها طوعية يعني هذا يدفع وهذا لا يدفع هذا تتغير أحزاب سياسية في دول تقطع المساعدات ورأينا ما حدث من رئيس ترامب عندما قطع 360 مليون دولار استمرار طريق التمويل الأونروا الطوعية بدون إيجاد حلول جذرية عبر حصول على تمويل مستدام هذا التمويل يمكننا من الحصول على ميزانية يمكن التنبؤ بها عبر تعهدات متعددة السنوات عبر توسعة قاعدة المانحين وإلا ستستمر الأزمة وسيسمعون الناس سنوات القادمة ونحن نصرخ وقد تزداد الأمور سواء شكرا سيد عدن أبو حسنى الناطق والمستشار الإعلامي في الأونروا في غطاع غزة إذن أيضا كانت هناك بشكل سريع معلومات بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز أموال كبيرة جدا وضخمة للأونروا وهناك عدم وجود حلول على أرض الواقع صلاح هذه المعاناة ربما ستنفجر وتفجر محا أوضاع في هذه البلدان التي تستضيف اللاجئين بالإضافة إلى قطاع غزة والأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية هذا كل ما لدينا الآن صلاح إليك الكلمة الآن وأشكرك شكرا جزيلا لك يوسف البستنجي مراسل الغد كنت معنا من عمان على كل هذه المعلومات